عودة الحياة بعد داعش فيلم الوثائقي يروي بالصوت والصورة إرثى تنظيم داعش الإرهابي ممتلا في مخيم روج شمال شرق سوريا والذي يأوي عشرات الألاف من أسر مقاتلي التنظيم المتشدد جميع من في المخيم يعيشون حالة مأساوية ومحرمون من أي نوع من المساعدة أو الإشتاد أو الدعم النفسي عدد من النساء محتجزات هناك منذ أربعة أعوام ولا سبيل لهن إلى أي مساعدة قانونية التفاصيل التي لم يرصدها هذا الفيلم تضمنتها هذه الندوى المنظمة ضمن فعالية أسبوع الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب المتحدثون رصدوا التحدي على الأرض الذي خلفهم ضحار داعش ويتعلق بمصير مقاتلي داعش وأسرهم الولايات المتحدة شددت على ضرورة ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية مثل ما فعلت مع مواطنيها فضلا عن إرجاع 28 من المواطنين من سوريا والعراق وتقديم مواطنين بريطانيين أمام المحاكم الأمريكية لمتبعتهم على جرائم ضد الأمريكيين وضعت الولايات المتحدة خبراتها التقنية رهن إشارة الدول الأخرى وذلك عبر شراكات مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومع منظمات دولية أخرى مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب لفت الانتباه للبعد الإنساني لقضية أسر مقاتلي داعش وطالب هو الآخر بتشجيع إعادة التوطين والعمل على إدماج هذه الأسر في بلدانها الأصلية اقتراحنا بسيط يجب ضمان أمن الأطفال والأسر وتوفير بيئة سليمة لهم وهذا يتطلب تأسيس إطار يحميهم والعمل على إدماجهم في بلدانهم الأصلية حسب إحصائيات رسمية فإن نحو ستين بلداً معني بإرث داعش وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى أن تدرج هذه القضية على رأس النسخة الجديدة لاستراتيجيتها الشاملة لمحاربة الإرهاب بعد عامين وأشهر قليل من إعلان هزيمة داعش لا تزال مخلفات هذا التنظيم المتشدد تشكل تحدياً بارزاً أمام الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي طالبت مراراً بضرورة توحيد الجهود لتخليص سوريا والعراق من هذا الإرث من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عضلي ماسي الحرة